يحتفظ الفلسطينيون الذين نزحوا بسبب الهجوم الإسرائيلي على قتاع غزة بمفاتيح منازلهم المهدمة أو المنهارة ويعتبرونها رمزاً للأمل يتي ذلك في تقليد يضرب بجذوره في التاريخ ويعود للتهجير الجماعي للفلسطينيين في العام 1948 رمز لحق العودة ورمز لتمسك اللاجئين بعودتهم لمنازلهم التي هجروا منها ولو أطلال تقليد أصيل بات عقيدة في وجدانهم منذ عام 1948 تقليد قوامه مفتاح ينتشر لدى الأهالي في قطاع غزة وأيضاً في الضفة الغربية المحتلة حيث يمكنك مشاهدة مفاتيح عملاقة في أماكن متفرقة كجزء من التكسيد الأيقوني للنزوح الذي يفهم الجميع هناك معنى من جيل إلى جيل في بعض الأسر اللاجئة تنتقل مفاتيح المنازل التي فقدت في عام 1948 فتنائل هدنة اللي تبقى من هذا البيت اللي إحنا عيش كنا بنجاهد فيه أن يوم اليوم عمري 44 سنة بسنة اللي أنا دخلت فيه في هذا العمر بدي أبدأ حياتي من جديد وأبدأ بيت جديد السيناريو يتكرر اليوم فمع مغبة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أطحى الأبناء يكررون ما فعله الأجداد حيث الاحتفاظ بالمفاتيح والصور المنازل بعد تدميرها أما هذا فيمسك بيديه عملة كتب عليها فلسطين ترجع إلى فترة الانتداب البريطاني قبل نشأة إسرائيل حيث يتمنى الأهالي العودة إلى منازلهم بالرغم من أنها مهدمة تمسكاً بالأرض والوطن هذا علمياً يسمى مفتاح بالنسبة للعالم أما لنا يسمى حلم كل إنسان حلم اللي يبن بيت بعد تعب ومعاناة وتجويع في لحظة واحدة يذيفة صهيونية بيعت حلمنا حلم ولادنا حلم مبنائنا لذلك تتبط في القطعة المعدنية هذه قطعة من التاريخ الفلسطيني من عام 1927 قبل من وجد الاحتلال الصغير لعنا في البلد وحضرنا محتفظين فيه مهما كلف الثمان هو إذن ليس مقرد مفتاح بل إنه تقليد يضرب بقزوره في التاريخ ورمز للأمل والخسارة في آن واحد